السائر خير بيتهيألي أصعب واجع ممكن تحسي بيه أي ست في الدنيا أن جزء هيبيعها على كبر بعد عشرة عمر طويلة صنتوا فيها أخلصت لي وخلفت وربت فجأة يروح يتجوز عليها ويخليها بين نارين يتسيبوا وتبقى خسرت كل حاجة بعد ما كبرت ما بقاش عندها فرصة حتى أنها تبدأ من أول وجديد يتضطر أنها تكمل وتعيش اللي بقى من عمرها وهي بحسرتها زي اللي حصل مع مدام مونة بطلق قصة حقيقة النهاردة اللي جوزها مش بس راح تجوز عليها ده كمان خلى بنته تشتغل مع مراته التانية وتصاحبها تعالوا نسمع قصة من أولها ونشوف مدام مونة بعد تقولنا إيه اسمي مونة في الخمسينات من عمري حكايتي بدأت لما اتجوزت ابن عمي بعد قصة حب ثلاث سنين وخلفت منه ولدين وبنت ربتهم أحسن تربية واستحملت كتير عشان أوصلهم لبار الأمان الأول بقى محامي وهيتجوز قريب والبنت الوسطانية مخطوبة ومعها مؤهل عالي والأخير كمان خطب ودخل الجيش ورغم كل الوجع والمشاكل اللي حصلت من أبوهم بقيت عايشة ومستحملة لحد ما اتطمن عليهم في بيوتهم لو لسه فاضل في العمر بقية ربنا يديك الصحة وطلط العمر تفرحي بيهم تعالوا ما نكمل نشوف بعتنا تقولنا إيه تاني جوزي يا سالي اللي حبيته وديته عمري كله وتعبت وكفحت معاه عشان ينجح في شغله وربيه لولاده أحسن تربية اكتشفت إنه خين خين من زمان وطول عمره بيكذب علي اكتشفت إن ليه علاقات نسائية كتير وللأسف عرفت متأخر المشكلة ظهرت من حوالي عشر سنين لما جوزي اتعرف على زميلة ليه في الشغل نشأت بينهم قصة حب لدرجة إنه خلاها تخلع جوزها وبعد ما خلعته اتجوزها من وراي اتجوزها عرفي وخلى اتنين من صحابه شهود على العقد واشترط عليها يكون الجواز ده من غير علم حد من أهله ولا حتى ولدها يعرفه وهي وفقت وفقت عشان بتحبه أو عشان عرف يضحك عليها وهي ما كانتش محتاجة حد يصرف عليها وهي كانت مستعدة تعمل عشانه أي حاجة وزي ما انتوا عارفين ما فيش حاجة بتستخبع على طول بدأ زميله في الشغل ياخدوا بالهم لحد ما الموضوع وصلني ساعتها واجهته بكل اللي عرفته بس هو قعد يحلف وينكر إنه ما فيش حاجة حصلت وفضل يتوه في الموضوع لما لقاني مصممة على كلامي ومعرفش يضحك علي بيقول أي كلام ومراته اتكلمت عني مع زميلهم في الشغل عشان تعمل لغواشة وقالت إن أنا مطلع الكلام ده عليه عشان بحب واحد تاني وعايز اتجوزه برغم إنها طلعت عقد الجواز العرفي لكم شخص معها في الشغل بعد فترة بنتي اشتغلت معهم في الشغل وطبعا سمعت وشافت الموضوع بقى باين قوي لها أنا مش عارفة هو أجاب الجرأة دي منين مش عارفة يما ده موان يعني هو شغل بنته في نفس المكان اللي هو ما تجوز فيه ووحدة تانية عور فيه وعادي ما خافش طب بنتك عملت إيه طب ولادك لما عارفه عمله إيه تعالوا نكمل الغريب في الموضوع إن مرات جوزي بتعامل بنتي كويس جدا بتحبها بتجيب لها دي كل وقت والتاني ولو بنتي احتاجت حاجة مش بس بتسيبها لا بتعمل لها كل حاجة لحد ما بقت صاحبتها وكل حاجة بينها وبين جوزي بقت تحكيها لبنتي ووصل بيها الأمر إنها بقت تاخد رأيها كمان في كل حاجة ومع الوقت بقي الولاد عارفه كل حاجة ومن ساعة ما عارفه بيقولولي عشان خطرنا استحملي لإنك لو مشيتي مش هيساعدنا في جوازنا هيتخلى عننا في أي مصاريف هنحتاجها بدل ما يوفوا معايا بقيت مضطرة أعيش بغيزي وقهرتي وأسكت صعبان علي نفسي بعد العمر ده كله يحصل معايا كده استحملت كتير عشانه هو ولاده اشتغلت وكفحت معايا مع إنه كان عايش لنفسه بس ودايما شايف نفسه علي كنت ببقى عارفة إن لي علاقات كتير وبتحك على نفسي وأقول معلش دي نزوات وكلام فارغ في الآخر هيرجع لبيته هيرجع لي ومش ممكن يتجاوز علي علما بإني كنت ولازلت واخدبالي من نفسي باستمرار يعني عمري ما أهملت في يوم في نفسي مع إنه كان بيعملني معاملة وحشة ودايما إهانة وتجريح في لكن كنت بحبه دايما ومسكة فيه وكنت بسامح عشان البيت ما يتخربش ولولاد تضيع بس هو استغل مشكلة إني مريضة وعندي السكر وجري جري وراء ملازاته كان دايما عايز كل حاجة حتى لو على حساب اللي حواليه أهم حاجة يكون مبسوط لما طلبت الطلاق قال لي أخذ منك كل حاجة حتى كيس الفلوس اللي في إيدك هاخده وقتمشي بالهدوم اللي عليكي وأنا عندي خمسين سنة يعني كبرت ما بقيتش قدر على الشغل عارفة يا سالي لما بسأله وانا قصرت معاك في إيه طول السنين دي كلها يقول لي أبدا عمرك ما قصرتي الغريب إنه بيتكلم علي مع أي حد كلام كويس جدا دايما يمدع فيه قدام الناس ويقول لي يا رب تولادي أحسن تربية ووغضى بالها بيني ومن ولادي قلت له طيب اللي عملت كل ده تستهل منك كده يرد يقول لي أنا لسه بحبك ومش هسيبك وفي نفس الوقت هو متعلق بالتانية مش قادر يسيبها وأنا تعبانة ومش قادر أتحمل إنه يكون مع زوجة تانية طلبت منه يعيش معاها ويسيبني مع ولادي كيف هي عليه كده بس هو قال لي لأ مش هسيب بيتي نفسي أعيش في راحة مع ولادي الشوية اللي فاضلين من عمري أنا موافقة إنه ما يطلقنيش وييجي ويروح عشان يشوف ولاده بس غير كده لأ لكن هو ولا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل وعايز مني كل حاجة الاهتمام الحب ولا كإن في حاجة حصلت والأسف بطر أنفذ وأنا ببكي من جواي على حالي وعلى نفسي وبحاول أستحمل بفضل عيط وأنا بكلم مع ربنا وقول لي يا رب أنا خلاص بدأت أكره بقيتش قادر قولوا لي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة مدام مونة حاجة تفكرك كبير مشهد مأساوي كده كان بين أمينة رزق وفاتن حمام الله يرحمهم فقولوا يدو حلا الفرق إن جوز أمينة رزق سابها ورمها في الفيلم وراح لوحدة تانية بس جوز مدام مونة كل اللي عمله عايزة تفضل تحبه تديله كل حاجة يما هيخد منها كل حاجة حتى كيسر فلوس اللي في إيدها مش هيصرف على أولاده طب هي مفروض تعمل إيه دلوقتي مدام مونة أستحمل عشان خاطر ولادي هل أنا ربيتكم عشان تبقوا بالأنانية دي أسئلة كتير قوي هنجاوب عليها شكرا